الدور العام بدأ بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح أنا قلت لكم الحاجة الصح هنقول عليها صح والحاجة الغلط هنقول عليها غلط الدور العام حاجة يعني هتبدأ تليق باسم الكرة المصرية زي ما قلت لكم مصر مش قليلة فالكرة مش هتقلل اسم مصر بالعكس كل حاجة مشى كويسة او في الدور العام الشكل جميل والحضور الجمهين رغم انه قليل انما الحمدلله احسن ما فيش والمجموعة اللي بتخش الملعب عاملة صوت في الملعب يعني الحمد لله رب العالمين لكن انا برجع وقول لجماهير خلي بالكو الالتزام يعني ايه الالتزام الالتزام معناها انك تترايح عشان تستمتع مليكش تضعها بالخصم عاوز تشجع تشجع فرقيتك عاوز تقول اي حاجة اقول لي فرقيتك مليش تضعها بالخصم ولا جمهور الخصم خلي العملية تعدى على خير وترجع الجماهير تاني وشفنا في كل الدنيا كلها الجمهور عاملة ازاي شفنا في بطولة اوروبا شفنا في الدورة الانجليزي والدورة الاسبانية كل دوريات العالم شفنا قد ايه الجماهير حاجة حاجة اه قدي قدي شوف بص شوف الجمهور عاملة ازاي حاجة تفرح وده اللي احنا عايزينه وده بش جديد علينا الجمهور ده من زمان وإحنا بنلعب كلنا تعودنا على الجماهير فعشان كده بقول للجمهور شوية شوية وكل حاجة هتيجي المباريات بتبدأ في المعاد بالثانية وده حاجة حاجة كويسة وتحسب لربطة الاندية المحترفين من هنا بشكر انها بحمد دياب لان انا اتكلمت معاه وقال لي هتشوف حاجة بيش موجودة قبل كده اتمنى انها يكمل على هذا المنوال ويكمل على هالكوالتي الجميل ده دي حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا نازم نتكلم عليها لكن هتوقف شوية الفار احنا قلنا السنة اللي فاتت اللي لي واللي عليها يا ما ظلم فرق كتيرة جدا ويا ما كسب فرق كتيرة جدا وده من طبعا شمس العدلة بش عاوزان هتغيب ابدا عن ملاعب كورة القدم المصرية عشان كده انا بقول لكابت الناصم وفتاح في حكام حكام جمدين او في الملعب وشخصيتهم قوية جدا وفي حكام ضعاف جدا وشوفنا في الاسابيع اللي فاتت قد ايه لعيبة راح تتهجم على الحكم كلامنا من المفروض ما يبقاش موجود بقولك اتبح القطة انا بقولك اتبح القطة المنظر العام بتاع اللعيبة اللي بتتهجم على الحكم سواء في ضربة جزاء او فاول او قاوت او كورنر ايه في ايه اللعيب لعيب والحكم حكم والمدرب مدرب وجمهور جمهور لازم نغير ثقافتنا وهدي اللي احنا بنكلم عليها فانا بقول في حكام يا كابتن عصام يا عبد الفتاح في حكام ضعاف الشخصية في الملعب وده بيأثر على الاداء العام وفي حكام ما بيفرقش معهم اي حد بقول للحكم اللي مش قادر خليه على جنب والتحكيم او النخبة بتاعت التحكيم احنا شفناها في الدورة الانجليزية لان مصر كلها بتتابع الدورة الانجليزية عشان نجمينا محمد صلاح في حكام بعينهم هم اللي بيحكموا معظم المتشات اضغط اضغط عليهم ما فيش مشكلة والبقى يتعلم ما عندناش اي مشكلة والنادي اللي هيتكلم يقول لك لا بلاش الحكم ده و هتلقينا الحكم الفلاني والكلام ده اخسم نقاط على الانجليزية او خلاص ما فيش غير كده لازم لجنة الحكام ده من نجاح مسابقة الدورة العامة لمصر او اي مسابقة موجودة في العالم لازم يبادل شخصية لجنة الحكام انت الباور بتاعهم وانت الديفنس بتاعهم اللي بتحميهم خلي الحكم يبقى في الملعب جو شخصية جبارة في الملعب يفرم على لعيب ولا مدرب نشوف المدربين بين الشوطين واحيانا بعد الماتش بيجروا على الحكم عشان يعترض بتطرد على ايه بتطرد على ايه انت مكانك هناك عاوز تدير في رئيتك ليش دعب الحكم حكم اه فيه حكام ليها وعليها فعشان كده انا بقول للكابتر العصام اهتم بالحكام وبقول له الحكام الجانب المادي بقى احسن من اول بكتير اهتم بالتحكيم مش بقرد سبوبة جاية تقوم مباراة وتمشوا خلاص لا اهتم زاكر تفرج على حالات كتيرة اللي هتقابلك بعد كده في معظم الماتشات ما تفجأش بالحالات دي فقال بالملعب أصناء المباراة انا بقول له الحكام نفسهم لازم يسعوا ولازم يبقى عندهم قدرة وتنمية والياقة بدنية عالية جدا ده اللي ده المفروض وبالنسبة للفار بقى انا العالم كله احنا انا نعم انا معاك كابتن عصام العالم كله بيتعلم والعالم كله بقى نمبر وين في الفار وفي الكلام ده بعد فترة طويلة جدا انا متعلي الحكام بتوعنا ما تدربوش التدريب الكافي على الفار بدليل ضربة جزاء او افسايد او قاوت او فاول بناخد وقت تاعة اربع دقايق وياريت الاربع دقايق دول او ساعات بتقعد خمس دقايق ياريت بتضاف للوقت لا ما بتضافش للوقت حكم بيستثل يقولك اخرج بر الامان ما نفعش المفروض اللي بيقعد على الفار ده يكون حكم وحكم متمكن حكم حكم متمكن فعشان كده الفترة اللي فاتت احنا يعني الحمد لله ما فيش نسبة ما فيش نسبة خالص فدي اللي احنا النقطة اللي لازم نتكلم عليها النقطة التانية كمان التصوير التصوير بسم الله ما شاء الله احنا بقول لكم احنا بنقول اللي لدينا واللي علينا احنا بقول لدينا واللي علينا الكويس هنقول كويس واللي عشو الوحش التصوير افضل من السنين اللي فاتت كلها بس انا بقول للمخرجين برضو ما تجوش ما تجوش وتجيبوا ولاده الصغيرين اللي هم اصحاب ولادكم وولادكم وططوهم على الشاشة اللي يعني بيشجعوا لا بقت حركة بلدي اول مفقوسة اول ما ينفعش ما تجيبش هاي الصغير يقول يتكلم في الميكروفون للمزيع وهتكلم على المزيع دلوقتي فالحاجات دي عاوزين بقى عاوزين نبقاها ما انا بقول لكم نغير الثقافة بتاعتنا انا فيه كلمة مش عاوز اقولها لاني عيب لان احنا احنا بلد ريادة وراجعين للريادة سواء رياضيط او لم ترد لا هنرجع للريادة مصر بلد كبيرة بلد بستغيرة مش كبيرة في حجمها اه هي كبيرة في حجمها انما كبيرة في اسمها اسم مصر مش قليل على بلد سواء العالم ككل فعشان كده انا بقول لكل واحد يتقي ربنا في البلد دي في كل واحد في مهنته يتقن عمله واسه بحسابه ده عند ربنا سبحانه وتعالى ده بالنسبة لمباراة الدور العام هرجع زي ما قلت قبل كده واتكلمت فيها المعلقين المعلقين بيحسسونا في كور يعني انا في ماتشات من الماتشات انا بفتكر ان مثلا محمد صلاح بيلعب معنا في الدور المصري ليه المبالغة في الكلام ده ما نفعش يا جماعة زي على قد المباراة انت اتفرجوا الت放rog قبل كده اتفرجوا على الدور الانجليزي شوفوا الدور الفرنسي شوفوا الدور الاسباني شوفوا الناس المعلقين الانجليز بيتكلموا ازاي بيوصف المباراة مالهو اسمه معلق ليه بيوصف وصف مسابه مالكش دعوة بقى بالتريق مالكش دعوة بالأصل فلان عمل كذا لغير وحسسنا ادي لكل واحد وضعه في الملعب وبقول لك هم لو عدتوا هنعود احنا انا بكلم انا ما بفرقش معايا اي حد انا الصح بقول عليه صح ايا كان والغلط بقول عليه غلط التعليق لحد هذه اللحظة انا بتكلم فيها دون المستوى هتقول لي كله دون المستوى الناس بتزع عن ملعب على بطال الناس بتطلع على العيبة في السماء و بتطلع على العيبة و اوحش عيبة في ملعب بتطلعها نجوم المباراة هو في ايه و ايه زحق على الفاضي يا سلام والجمال والحلاوة حلاوة ايه و جمال ايه انا مش عاديين في محل فكهاني انا عاديين في ملعب عاوزين المباراة وصف ليه المباراة الكرة تلعبت كذا تلعبت كذا لا ده فيه فتي كمان بيفتو اصل لعب بالصبع الصغير اصل لعب بالصبع الكبير اصل لو لعبها بطن رجله انت قصبه منست شكورة انت بتتكلم علي مؤزمكم مورستو شكورة كل واحد يدي لكل حاجة حجمها سواء في وصف المباراة او تدي اللعب حقه او المدرب حقه الناس اللي بتحلل ده كمان حاجة بقى امالية صعبة قوي بيكلموا على مدربين مدربين بتوعنا بسم الله ما شاء الله فيه مدربين كويسين انما فيه بيكلموا على مدربين ما دي بقى الحاجات الشخصية اللي هي البول عليها دي كل ده وانا بقول لكم لو عطوا هعود تاني واتكلم فيها انا ما بزهاش يوصفوا مدربين انهم جريديولا اعظم مدربين في العالم ادوا لكل واحد حجمه هو عب هو حرام اوصفوا مظبوط ادوا لكل اللعب حقه ادوا لكل مدرب حقه ادوا للمباراة حجمها واحد يقول لك احنا بدأنا كان في اول اسبوع لك يا سلام ده الدور العام اهو داخل زي الدور الانجليزي ما بلاش مبالغة ما بلاش مبالغة احنا نتمنى نبقى زي الدور الانجليزي بس لسه قدامنا عشان انت تحسن من المعلق يحسن واللاجلة الحكام تحسن وبتوق البار يحسنه ولاجلة المسابقات تحسن وانا احسن انا كمان ما هو لازم كل هوا هوا الدنيا كده هنفضل لحد منوت كل واحد يحسن في الحالة اللي هو فيها انا خلص عندي الكلام كده وبقول لكم الدور العام كبداية الحمد لله احسن من اللي فات احسن من اللي فات خلي الجمهور يرجع لملعبنا تاني خلي الدنيا تمشي خلي العالم كله يتفرج علينا وهي دي مصر وهي دي عزمة مصر ودائما من صورة مصر شكرا لكم